وضع عادل الغبان محافظة بورسعيد كليل من الظهور على النصب التذكري للشهداء بميدان الشهداء ده احتفال بالذكرى الرابعة والستين لانتصار المقاومة الشعبية في المدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي طبعاً 56 وقرأ المحافظ والحضور الفتح على أرواح الشهداء بحضور الواء ناصر حريز مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالاً لأرواح كل الشهداء الوطن نستقبل المحافظ النهاردة البطل الفدائي أحمد هلال بطل المقاومة الشعبية ونجلة البطل الفدائية زينب الكفراوي وأكد المحافظ على الدور البطولي لأبطال المقاومة الشعبية والتضحية الغالية لأبناء الوطن في مجبهة العدوان الثلاثي في بورسعيد ولضحوا طبعاً بأرواحهم الغالية فداء لحرية الأوطان أكد أن هؤلاء نماذج الفدائية هيفضلوا في ذكرة وتاريخ الأمة ولن ننساهم على مر العصور خلونا نسمع جانب التصرحات المحافظة نحن النهاردة مصر كلها بتحتفل بعيد النصر العيد 64 لانتصار مصر وشعب بورسعيد وأهلي في محافظة بورسعيد والفدائيين والقوات المسلحة المصاري العظيمة على عدوان الثلاثي في 56 لأنه النهاردة بيواكب احتفالات مصر برضو بأعياد قومية عظيمة قوي لمشروعات قومية إن شاء الله يتم افتاحها في القريب العاجل جداً في محافظة بورسعيد نحن النهاردة بدأنا بوضح حاجة كدير الزهور على نصب الجند المجهول واقتمعنا مع الفدائيين العظام الفدائي علي وأحفاد وبنات وأولاد الفدائية زيانة بالكفراوي واسترجعنا التاريخ الجميل وتاريخ الكفاح لمحافظة بورسعيد واستهلينا هذه الاتتاحات وأزال الانتصارات بوضع اسم الشهيد عبدالغاني الزيني على أحد المدارس في الأبوتي اللي تم تطورها